رجعنا لحضراتكم من جديد وشهر مايو يعني شهر موليد برج تور حنعرف في فقرتنا دلوقتي أهم الصفات والتوقعات للتور في 2022 لكن كمان حنتكلم عن حاجة مهمة جدا طبعا احنا شايفين الاضطرابات السائدة في العالم من حروب وأوبئة وأمراض وتضخمات وحالة اقتصادية يعني حد يصدق أن ألمانيا شرطة إزازة زيت واحدة بس على كل أسرة يعني ده لما الواحد يسمعه عن بلد أوروبية عما الدول النامية ودول العالم اللي هي مش بتقدم ألمانيا وأوروبا بشكل عم تعمل إيه هل حركة الأبراج والقياسات الفلكية والأرقام بتدل على الأحوال اللي احنا فيها كل الحاجات دي حنسألها النهار ده لضيفنا دايما اللي بنرحب به دكتور رئيف رقفات خبير الأبراج والأرقام برحب بحضرتك معنا دكتور رئيف اسلاميلي أسوزيني تسلاميلي كلك زوء تحب ليبدأ بالعالم ولا ببرج التور نبلش في برج التور لأن الناس أكيد في برج التور ناس مستنين الفقرة برج التور طبعا يبدأ برج التور من 21 أربعة ينتهي ب25 دول اللي من موليد برج التور طبعا الكوكب المسؤول على برج التور هو كوكب فينوس الزهرة الكوكب اللي بيحمل الجمال العاطفة الحظ السعد الأصغر يعني لبرج التور هو بيعطيهم الفن برج التور جدا من الأبراج المحظوظة أنا بعتبرهم كصفة عامة طبعا ومن الأبراج اللي مميزة في الفن يعني ممكن فنانين مزوئين في عندهم طاقة الفن لكن بنفس الوقت البرج التور مشكلته سلبيته عنيد وكريم ومتردد باتخاذ قراراته عنيد خلاص هو يعني عايز حاجة هيعملها مش هيرد على حد في دماغه هيعمله اللون بناسب لبرج التور اللون الأزرق الفيروزي الألوان اللي ممكن يلبسها برج التور اللي بتناسبه كاذكر أو أنسة طبعا رقمه 6 اللي ممكن يناسبه رقم 6 أو 15 أو 24 مجموعهم 6 هؤلاء الأرقام المحظوظة لبرج التور الجاورة تعته لبرج التور الحجر الكريم هو الزمرد اللي بيناسبه لبرج التور واليوم المناسب إلو يوم الجمعة لبرج التور يعني يوم حظه بيكون الأفضل إلو باتخاذ مشاريعه طبعا الفترة الأولى طبعا برج التور كل أبراج تتقسم ثلاث فترات أو ثلاث عشريات العشرية الأولى من برج التور تبدأ من 21 أربعة حتى 34 الموليد دول بيتأثروا مزدوج من كوكب فينوس الزهرة يكونوا فنانين جدا كدبل من الفن والشهرة التركيز في الفن بيجي في العشرية الأولى من برج التور أيوة ممتاز جدا يا أستاذ دينا وبتكون عندهم يمنحهم السبات في عواطفهم عاطفيين جدا ذو طبيعة كريمة ومستقرة ويبدون الأحسان وتجاه الصديق والقريب يعني كتير عاطفيين وحساسين وأنا بنصح العشرية الأولى دائما ياخدوا جوازن عن الحب لأنهم عاطفيين جدا وعاطفتهم جياشة جدا الفترة التانية بتبدأ من 1-5 الموليد 1-5 حتى 10-5 يتأثرون من كوكبين هو عطارد والزهرة طبعا دول بيكون عندهم العشرية التانية عندهم قوة الحركة والاتصال والسفريات واجتماعيين جدا وبيرغوا كتير شوي في بعض أحيانا إني اجتماعيين بحب الأجوار الاجتماعية يمتازون بالشخصية اليقظة والسبات العشرية التالتة الأخيرة اللي نحن حاليا فيها من اليوم من 11-5 لـ 25 دول بتأثروا من كوكب زحل ساترون وكوكب فينوس الزهرة طبعا يمتازون بالصبر والمواظبة ومنهم شوي بتحملوا مسؤوليات نوعا ما واقتصاديين وعندهم استثمار حذر عندهم بيستثمروا شيء بحذر جدا يعني فتطولوا الأول واخدين بالهم من واخدين بالهم يقزين شوي فلوسهم رايحة فين نعم طبعا صفات الإيجابية لبرج التور بيتحمل المسؤولية صفاته الإيجابية عنده التحمل المسؤولية عنده الشعية وقوة العاطفة المحافظة على التقليد والعادات والتصرف العمل واقعي جدا وفي في طبيعته المسابرة والصبر وعدم التهور مش متهور برج التور بدرس خطواته صح أما صفاته السلبية لبرج التور عندي شوي في بعض الأحيان عنده طمأ مش دائما في بعض الأحيان عنده طمأ وعنده حب التملك والماديات ممكن قول شوي بيحب الفلوس أو مادة شوي في بعض الأحيان برج التور وعصبي عنده التحرك البطيء الثرثرة والنقاش لكن برج التور كصفاته يعني كمان عامة أستاذة دينا هو هادي وقت بسور صعب يهدى ما بشوفش قدامه يعني ابعد عن نوش برج التور لما يبقى متعصب أيوة يهدي شوي معه طبعا أنسة السور بتكون صبورة كأنسة السور صبورة تتحمل مسؤوليات تعتمد على نفسها في الملمات والشدائد بيوسعها التعامل مع الجميع بشكل جيد تهوى الطبيعة والأزهار أستأذن حضرتك نقف في الحتة دي ونرد على إيمان من اسكندرية يا إيمان مسائل فل مسائل نوري أستاذة دينا إزاي حضرتك تفضلي حضرتك حمد لله يا رب تفضلي أنا حمد أنا خمسة وعشرين سبعة وعايزة أعرف برجي إيه بقى سفوته في السنة حاضر طيب السنة كم لو سمحت سنة كام سبعة وسبعين سبعة وسبعين يا إيمان أوكي أتصلنا يا سبعة وسبعين حاضر إيمان كده إيه سرطان هي برج الأسد الأسد هي برج الأسد طبعا هي أول حاجة للأخت إيمان من نوع اللي أنا شايف عندها شوية فضول كتبيعة أرقامة كبرج الأسد هو عندي كريم جدا برج الأسد من الأكرم الأبراج في عندهم الكرم كوكبها الشمس حظها المعدنها الدهب يعني تعتمد على الدهب هو حظك الدهب يا أخت إيمان تنتبه من الأمراض النساء أكتر حاجة يا أخت إيمان عندك أرقامك بتخسر فلوس بتعوض فلوس كحياتك الطبيعية تنبؤاتك رهيبة عتمدية تنبؤاتك بعلم الرأم الحاسة الستموجودة عند الأخت إيمان وفضولية شوي بتحس بالحاجة يعني قبل ما تحصل أيوة أستاذ أدينا بتحس بالحاجة كان بالأحلام أو بالواقع بتشوف بيحصل وتنجح في علم زي علم الأبراج علم الطاقة علم المورئيات علم الفلسفة علم النفس كتير تنجح فيها يا أخت إيمان السنة دي أنا بطمنك بعلم الرأم والله أعلى وعلم هو رأمك بيح وحيلك مش أبراج أرقام نسبة أدق بالتحليل سنة هي سنة المناصب والشهرة والسمعة والمركز المرموق إليك يا أخت إيمان مبروك مقدما يا إيمان بإذن الرحمن بإذن الرحمن طيب نرجع تاني وقفنا عند برج التور أونسة التور طبعا تهوى الطبيعة والأزهر بتقدر النحية الفنية والجمالية في عندها بتهوى الموسيقى كمان ممكن أونسة التور الغناء الموسيقى إلى أخير هي يعني زي ما بقولهم من مساوئها أونسة التور عنيدة جدا وغيورة بتغير على زوجها بتغير على سمعتها طبعا مش تأتي الغيرة بسهولة إلا إذا كان زوجها تمادة مع أونسة أخرى طبعا إذا منيجي على رجل التور رجل التور نراه بطيء الحركة في بعض الأحيان رجل التور بيفكر كل خطوة يخطيها بيدرسها مزبوط قبل التنفيذ هو عادة يعني رجل التور بيكون أكتريتهم عندهم بنية جسم قوية إذا كان ضخم أو ممكن يكون رفيعين بس هم بطاقتهم أو الجسمهم قوي بيجمع كمان بين العاطفة والفن والمال وبيهوى الطبيعة أريب لأونسة التور بيهوى الطبيعة والموسيقى ويقدر المال ويدخره مش بيحب يصرف مش بيحب يصرف بيتدخر الفلوس بيخبيه لوقت الحاجة بيصرفه نراه في معظم الأوقات هادئ ولكن إذا أسيرة رجل التور انقلب وتهيج وعمل مشاكل كبيرة تحول إلى طفان قوي جدا رجل التور طبعا يملئ لالتهام الطعام كثيرا رجل التور بيحب الأكل جدا شهيته مفتوحة جدا يا أستاذ ديمة يحب الأكل طبعا برج التور بيكره أكتر حاجة كونسة أو ذكر بيكره أكتر حاجة الرد المتأخر أو التجاهل أو التعرض للانتقاد بدون سبب جي نقطة ضعفة بالكرهية طبعا احنا في حدث الكنترول نتكلم 22 خمسة سنة كام يا جماعة سنة كام؟ هو آخر برج التور كام؟ أو دخل يعني من أول 22 خمسة سنة كام؟ هو جوزاء 84 1984 84 تمام يا أستاذ دينا بس هو السنة دي عنده نجاحات في عنده سنة مميزة إذا هو مش مرتبط ممكن يصير عنده ارتباط لأن سنة ملكية أنا بعتبره بعلم الرقم عنده بالنسبة للأستاذ هو جوزاء سنة ملكية عنده بعدين عنده أحداث كتير بتحصل عنده بعلم رقمه مفاجأت بحياته حتى شغله كان في القناة كان فجأة وتنبؤاته رهيبة وهو بيكره الروتين الممل السنة دي أنا ببشره بالنسبة للتاريخ ده ممكن يغير عربية يشتري عربية في عنده فرصة حلوة أو حصلت من آخر الـ 21 أو ممكن تحصل طيب معنا على التليفون أستاذ هارون صح؟ من الجيزة تفضلي أستاذ هارون اللي قمتها وخير مساء الفل تفضل كنت عايز أسخل بس برج الأسد 23-7-86 23-7-86 برج الأسد ومعي البرتنور باعي 11-5 برج الثور 11-5 كام سنة كام؟ مولودة هي سنة كام؟ كام؟ 85 85 8 8 التاريخ التاني دابت عمين؟ دابت عمراتي مراتك حاضر مدام سلم لنا عليها حاضر أوكي ما شاء الله حلو حلو جدا 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 إذا قلنا 85 أنا بحس أستاذ دينا بس الرقم برحتك تفضل أخليك هو الـ 86 حلو بالنسبة لـ 86 أنه هو 23-7 برج الأسد لكن أرقامه بالنسبة للأستاذ هارون يعني بحياته ممكن عنده حصل كان تطش عاطفي فك خطوبة طلق أو حاجة ممكن يكون حصل الله أعلم لأن أرقامك كان فيها شيء من الكلام ده توحي لكن أنت دماغك شغالة أستاذ هارون 24 ساعة من نوع المحلل بدقة زكي جدا بعلم الرقم اجتماعي وبتكره الروتين وبتعشأ حريتك واستقلالتك وأنت إنسان اجتماعي جدا السنة دي أرحم بعلم الرقم كانت أرحم من الـ 21 يعني الـ 21 كان عندك ممكن فيها ضغوطات ومشاكل وحصل أمراض لقدر أو وخسرت أحد أصدقاء الأقدرات السنة دي سنت النور لحضرتك بعلم الرقم وسنة البداية لك سنة مميزة لك يا أستاذ هارون سنة من أفضل السنوات عندك والمدام 11-5-85 المدام هي سنة الممتلكات لها بعلم الأرقام هتمتلك شيء هتمتلك فلوس هتمتلك شيء مميز عندها بالنسبة لها والفترة دي يعني هتكون مميزة عندها داخل الزهرة عليها من 2-6 إن شاء الله هيدعمك الزهرة يا أخت معلناش اسمها إيه آه معلناش أبسية هتكون عندها فترة حاضر معنا أحمد من المينيا وخايفين القط يقطع أحمد من المينيا مسائل فل تفضل أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك تاريخ الماري 14-7-69 14-7-69 حاضر يا أستاذ أحمد حالا معنا أميمة من القاهرة أنا بكتبه أستاذ الدكتور رئيف ما تقلقش أميمة من القاهرة اتفضل يا أميمة فصل طيب اتخرت عليها أحمد أحمد طبعا هو برج السرطان المائي كأرقام ممتازة أرقامك يا أستاذ أحمد أنت بس حاول تشرب ميا كتير إذا كان وعندك أرقامك بتعطيك الزكاء والحركة والانتقاد منتقد شوي لكن اجتماعي وأرقامك أنا شايف السنة دي عندك زيادة وزن بعلم الرأم ممكن زاد وزنك أو حيزداد وزنك وحيتغير عملك للأفضل أو في عندك ترقية بعملك حتكون مميزة عندك يا أستاذ أحمد والسنة دي فيها نجاحات في مجال العقارات ممكن تغيير عقار أو تمتلك عقار حيكون سنة مميزة عندك بإذن الله وإذا عندك أي مشروع أو قانون أو بشيء بالقانون أو القضاء حيكون لصالحك إن شاء الله يا أستاذ أحمد محمد 16-6-95 رسالة محمد طبعا برج الجوزاء بس أرقامه من نوع الفضولي جدا وبيحب الطلاق على كل شيء عنده الطاقة اللي بتحسسه بكل حاجة طبعا الأرقام عندك يا أستاذ محمد أرقامك يعني السنة دي فيه عندك نجاحات في العقارات أكتر فيه عندك تنطيب السنة دي على المعدة أكتر حاجة ركز على المعدة يعني إشرب ميه كتري المعدة الملينات كتير السنة دي فيه عندك كتمان كتير السنة دي فيها نجاحات في عقاراته تغيير انتقال تغيير وطن طب قبل ما يخلص وقتنا لسا بنستقبل طبعا تليفونات حضراتك وإيه أخبار الأرقام والأبراج والفلك مع الأحداث العالمية تمام أول حاجة فيه بشارة خير للناس كلها إن شاء الله أول حاجة المشترى اليوم انتقل لبرج الحمل حيقض عنده يعني لتاريخ 28 سبعة لبرج الحمل أنا ببشر برج الحمل العشريات الأولى من كل الأبراج من الحمل الدور جوزاء العشرية الأولى لا أنا كنت بقى صود الأحداث الأحداث ناخد أمل الأول من مرسى ما تروح عشان ما تزعلش يا أمل مسائل فل تفضلي مسائل نولي استاذينا إزاي حضرتك إزاي حضرتك تفضلي أنا إذا أعرف برج ابني سبعة وعشرين اتناشر ألفين واثنين أعرف كل حاجة وعن الدراسة حاضر نرد على أمل وبعدين نتكلم بقى على الحروب والعجاز العالمية بالمختصر بالنسبة للأخت أمل ابنك من نوع اللي يعتبر متهور كأرقامه هو برجه الجدي طبعا هو متهور شوي بأرقامه حاولت دائما خديه بالدبلوماسية لأنه هو دائما متهور وعجولي ومبزر لكن عنده كارزمي حيحصل خليه بالمستقبل يدرس ويلعب رياضة الرياضة حتفيده جدا وحيكون عنده طاقة بالرياضة طبعا الأرقامه بتحمل السفر فضولي جدا الدراسة السنة دي عنده حلوة إن شاء الله ما فيش قال عليه إن شاء الله لكن نحن بقى نحكي على الفترة دي الفترة دي على الطلاب المدارس كان جامعيين كان إعدادي سنوي الفترة دي لغاية تلاتة ستة فترة صعبة في حركة تراجع عطارد اللي عبي يعملنا شوية أزمات في حوادث الطرق في أعطال كهربائية في الدراسة الطالب يدرس أحيان مش بيركز لغاية يوم كم؟ لغاية تلاتة ستة لغاية تلاتة ستة الفترة دي صعبة شوي بالنسبة يعني الأحداث أعطال كهربائية تزداد أكتر الزهايمر بزداد واحد يسلب فلوسي يدرس أكتر أموره السفر ممكن يتعطل يتأجل فيه حاجات ممكن ما تزبطش مية مية يعني الفترة زايدة أكتر لأنه كمان عطارد قاعد في برج الجوزاء هو كمان مسؤول عن رقمه خمسة هو المسؤول كمان على الجوزاء يعني دبل فيه طاقة بتكون سبعية كمان بالإضافة في عنا أستاذة دينا متراجئ زحل اتراجئ زحل كمان حاليا زحل هو المعلم الصارم كمان بيعمل فوضى بتراجئ حيقعد أربع شهور ونص تقريبا لآخر أكتوبر هيعمل شوية فوضى ننتبه من الآن لأربع شهور ننتبه من الحساسية للجلد من العظام نكتر فيتامين سي أكتر ننتبه من الكسور من العظام والجلد والأسنان دول أكتر حاجة صحيا نكتر فيتامينات ممكن نركز على الفيتامينات والحمضيات والفيتامين سي طبعا وقت بيكون تراجئ زحل كمان للفترة نحن حاليا لأربع شهور ممكن نتشتر دماغنا بصير كمان بضياء أكتر أمورها في تعمل فوضى بحياة العالم ممكن كمان كلهم طبعا متأصرين الدلو لأنه هو تراجع في الدلو وبرج التور والعقرب كمان عمل تربيع كمان فيهم وممكن الأبراج كلها بس دول أكتر حاجة والأسد برج الأسد كمان يعني لازم فيه تضائل كمان لدينا الحس في المسئولية بصير تضائل فيه خفة شوي بالمسئولية مش من حس في المسئولية والواجب تزداد مصاريفنا أكتر كمان الفترة دي يعني مننتبه وكمان أنه فيه منقول العطار المتراجئ والحوت عفوا والزحل المتراجئ طبعا كمان ننصح عمليات التجميل الفترة دي ما نعملهاش عمليات تجميل زي فيلر بوتوكس أو كذا الفترة دي نأجلها شوي نأجل مش هتنجح على رهن فيها لأنني أنا شايف الفترة الصعوبة لغاية تقريبا 3-6 فترة ممكن للناس هتعمل يعني من دلوقتي ل3-6 اللي عايز يعمل بوتوكس وفيلر وحاجات تجميل لا 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 صعبة مش هتصبط والله أعلى لأنني أنا شايف بعلم الأرقام كعلم فلكي والله أعلى دكتور رئيف رقفة أنا بشكرك شكرا جزيلا تستميلة أستاذ دين وبتنورنا دايما المرة الجاية إيه اللي بعد بقى الجوزاء المرة الجاية الجوزاء استعدوا للجوزاء الشهر الجاي بإذن الله ويكون ضفنا طبعا دكتور رئيف رقفة خبير الأبرق خلصت حلقاتنا للأسف الشديد بتمر معاكو كده بسرعة شديدة ويا رب ندرنا نرد على كل التليفونات مع أننا عارفة أن لسه معنا تليفونات لغاية دلوقتي لكن بإذن الله بإذن الله نرجع لكو ونقدم مرة تانية حلقات ست ستات من يوم السبت اللي جاي احنا بقى احنا في الويكند نرجع ونقابل حضراتكو يوم السبت بإذن الله على كل خير بار